تحركات مكثفة في أروقة الأمم المتحدة باتجاه التهيئة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئها وتحقيق الانسحاب العسكري المتزامن للقوات المتحاربة من مواقع التماس الراهنة في وقت تستمر فيه الخروقات والاتهامات المتبادلة من طرفي المواجهة في هذه المحافظة المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أوضح في تصريحات للصحفيين في نيويورك أن المنظمة الدولية ستنظم الأربعاء اجتماعاً بين الأطراف اليمنية المتحاربة عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث موضوع سحب جميع القوات من مدينة الحديدة وثلاثة موانئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي في السويد ووصف دوغاريك الاجتماع بأنه الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات والتي سيقودها الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت هذا الأسبوع إلى اليمن برفقة فريقه وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن السحب المتبادل والكامل لكل القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى سيكتمل على أقصى تقدير خلال 21 يوماً بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وقد أعلن الطرفان ممثليهم في اللجنة التي سيقودها الجنرال الهولندي المتقاعد بقوام مشترك يصل إلى ستة ممثلين وبواقع ثلاثة عن كل طرف وجامعهم عسكريون ويضم الفريق الحكومي كل من اللواء الرقم الصغير عزيز واللواء الرقم محمد مصلح عيضة والعميد أحمد الكوكباني فيما يضم الفريق الذي يمثل الحوثيين كل من اللواء علي الموشكي والعميد علي الرزامي والعميد منصور السعادي وعلى الصعيد الميداني تخللت الهدنة التي فرضها اتفاق الحديدة وبدأت منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء خروقات خطيرة شملت مواجهات وقصفاً مدفعياً في المناطق التي شكلت مسرحاً للحرب طيلة الأسابيع الماضية وتبادل طرف الحرب الاتهامات لكليهما بالتسبب في الخروقات التي وصلت حد القصف المدفعي العنيف في أحياء مختلفة من المدينة وفي مناطق المواجهات بريف المحافظة الجنوبي وبالأخص في حيس والتحيط والدريهيم يمضي المجتمع الدولي قدماً في مخطط فرض الهدنة بمحافظة الحديدة فيما تستمر الجهود الحثيثة للتوصل إلى صيغة قرار أممي جديد من شأنه أن يحول اتفاق بناء الثقة هذا إلى مفتتح مسار جديد ورئيسي للسلام يقوم على مبدأ تصفير المسؤولية عن الحرب في هذا البلد